أعلن بروفيسور يارونزليخ رئيس حزب الاقتصادي عن نيته بتعيين دكتور وائل كريم كأول مدير عام عربي لوزارة المالية في إسرائيل هذا في حال نجح في الانتخابات وتولى حقيبة المالية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة عن هذا التصريح ومحاور أخرى ينضم إلينا المرشح عن حزب الاقتصادي دكتور وائل كريم مساء الخير قبل أن نتوقف عند هذا التصريح أود أن أنتقل إلى تصريح آخر كنت قد أدليت به خلال الأسبوع الأخير قلت نحن بعيدون جدا أن نكون قائمة لحرق الأصوات لأننا أقرب قائمة أو قد نكون أقرب قائمة إلى نسبة الحسم على ماذا ترتكزون أو على ماذا ترتكز من وراء هذا التصريح يعني أولا كل الإصلاعات هناك الكثير من الإصلاعات التي أعطتنا أن نعبر نسبة الحسم من ناحية أخرى كل الإصلاعات أعطتنا المكان الأول في الأحزاب التي حتى الآن هناك شك في إمكانية أن تعبر نسبة الحسم لذلك نحن الأقرب إلى نسبة الحسم هذا من ناحية أخرى الحزب حتى الآن لم يدخل إلى الوسط العربي بشكل صحيح أو بشكل كافي بدأت أول أمس بدأنا أول أمس الحملة الانتخابية بأول أكبر اجتماع انتخابي حدث في المعركة الانتخابية الأخيرة وبالتالي نحن نلقى الكثير من الآذان الصاغية لدى المجتمع العربي بكل ما يتعلق به هذا التعطش الكبير جدا لأنه يكون هناك تغيير على أرض الواقع لأنه يروا أولا أناس مهليون عرب ويهود يمكن من خلال قوتهم وطاقاتهم المهنية أن يقدموا لهذا المجتمع ما يتعطشون إليه يعني المجتمع الآن قابع في الكثير من الأمراض المستعصية إلى حد كبير إن كان العنف إن كان الفقر وإن كان مشكلة الإسكان وإن كان كل المشاكل الأخرى التي يعاني منها مجتمعنا وبالتالي لا يوجد أي حزب يضع على أرض الواقع خطط وبرامج مفهومة لمعالجة هذه الآفات نعم وهذا ما ينتقس له المجتمع المجتمع قابع في مشاكل كبيرة جدا ولكن حسب على الإقتصاد يقول وكأنه يقول على الأقل من اسمه وتعريفه أنه بالمصارب من خلال الميزانيات يمكن أن تحقق التأثير والتغيير على أرض الواقع هل هذا نحن سبعون سنة ونحن نعاني من تمييز كبير جدا في موضوع الميزانيات والاستثمار في المجتمع العربي والتباعد الاجتماعي والاقتصاد الكبير الموجود بين الشعبين وبالتالي هذا هو نتاج كل هذه العنصرية وهذا التمييز الذي كان على مر السنين والآن يعني لا يمكن أن نتحدث عن اللحاق برقب التطور بدون أن نبدأ بمعالجة الأمور الأساسية التي يحتاجها المجتمع الفقر هو المفتاح أو هو سبب الأساسي الأول للعنف هذا شيء معروف عني دعنا نحك بطريقة دكتور دكتور وائل بطريقة ربما تكون عملية وأقرب للناس حتى يفهمون عن برنامج الاقتصادي الانتخابي كحزب يعني كيف تنظرون إلى المجتمع العربي ما هي الأولويات على أجنداتكم ما هو البند الأول ما هو البند الثاني أنت قلت المشاكل الكثيرة والأمراض الاجتماعية المشكلة الأساسية التي يعاني منها المجتمع العربي الآن هي العنف والجريمة العنف والجريمة نابع بالدرجة الأولى وبالأساس من الفراغ الكبير الموجود لدى القطاع الشبابي في المجتمع ليست نحن الآن يعني قبل يومين كان هناك مقال في جريدة دي ماركير يتحدث عن أنكث أن هناك 31% من الشباب العرب ما بين جيل 18 إلى 24 لا يعملون ولا يتعلمون هذه كارثة وهناك ما لا يقل عن 26% إلى 27% من الطلاب العرب في الجامعات يتحدثون عن إمكانية وقف التعليم نتيجة الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها هذا يعني أن هذا الرقم مرشح للارتفاع هذا يعني أن مشكلة العنف والجريمة في مجتمعنا لن تقتصر على ما هو الحال الآن يعني هي مرشحة لتتباقم أكثر بكثير من ذلك ولذلك الوجع كبير جدا وأنا يعني متأسف جدا لانشغال يعني ممثلين وأحزابنا في أمور يعني لا تمت بالصلة لهذه الأمور التي يعاني منها مجتمعنا يوما بعد يوم الكل يتحدث عن مواضيع يعني اليوم كان هناك جدال حول موضوع حرف عين أو غير عين بين أحزاب يعني يا جماعة ارتقوا هذه ليست هي المشكلة المشكلتنا أكبر بكثير من ذلك مشكلتنا ليست أشخاص وليست حروف وليست يعني مثليين وليست أمور من هذا النوع هذه أمور ثانوية جدا اقتصاد والميزانيات هي بداية الحل دكتور لا يمكن بدون اقتصاد والميزانيات أن نغير الواقع الموجود في المجتمع انظر إلى موضوع التعليق حول سياسات نتنياهو الاقتصادية يعني هو كان تمييزيا بامتياز خلال كل سنوات حكمه ولكن أنتم حزب اقتصادي كيف تنظرون إلى رؤيته وخططه ونهزه أولا كانت هناك أو المشتركة القائمة المشتركة وأخص بذلك القائمة المشتركة والأول مرة أقولها أنا إنسان من القائمين على موضوع تنفيذ الميزانيات في دولة إسرائيل أنا مسؤول عن موضوع الميزانيات في الحكم المحلي في إسرائيل إن كان عرب وإن كان يهود وأنا مطلع تماما على موضوع الميزانيات لماذا هذه المؤامرة تحاك ضد مجتمعنا بكل ما يتعلق بخطة 9-8-2-15 مليار شكل والكل يعلم ليس الكل وإنما القائمين على هذا الموضوع يعلمون أن الميزانيات التي تحولت إلى مجتمعنا العربي لا تتعدى ثلث هذا المبلغ وكيف يمكن أن نقول نحن نتعاون مع بيبي نتنياه لنقول يا بيبي فعلا شكرا لك على 9-8-2 وأنت تعلمون أن 9-8-8 كانت تخد على المجتمع العربي ولم تكن خطة واقعية لمجتمعنا لا يمكن ذلك خلال أي سياسات أولا دعنا نفهم موضوع بسيط هناك توافق بالفكر الاقتصادي بيني وبين بروفسور يا رونزليخ لأن يا رونزليخ هو بروفسور الاقتصاد يعني هذا هو مجاله وهو يقول أنا لا أريد أن أستثمر في المجتمع العربي لأن يريد أن أمنن على المجتمع العربي أو أعمله معروف الاستثمار في المجتمع العربي هو أكثر مشروع استثماري ناجع للاقتصاد الإسرائيلي يعني لا يمكن أن يكون اقتصاد فيه أقسام بداخله لا تعمل بما يكفي وهي إلى حد معين معتمدة اعتماد كبير على المساعدات الحكومية إذا ما حولنا هذا المجتمع إلى مجتمع منتج إذا مجتمع متعلم إلى مجتمع فيه منسوب الدخل نحن الآن نتحدث عن معدل الناتج القومي للشخص العربي لا يتعدى 12 ألف دولار يا شماعة بينما في المعدل العام أكثر من 39 ألف دولار يعني تخيلوا ما هي الخسارة التي يخسرها الاقتصاد الإسرائيلي من ناحية ومن ناحية أخرى ما هي الفجوة الهائلة الموجودة بين مجتمعنا وبين مجتمعات أخرى كيف يمكن أن نسكت على ذلك ونتحدث عن بعض الفتاة 15 مليار ومع إلى ذلك يبو بخمس سنوات لكن كنا نتحدث قبل البث المباشر عن كل موضوع القلق حول قضية الصوت العربي هذه الانتخابات هناك ثنافس شديد أغضا من أحزاب يهودية أو أحزاب صهيونية على الصوت العربي هناك قلق من توزيع الأصوات العربية على هذه الأحزاب هل تشاركنا هذا القلق كيف تقرأ هذا المشهد طبعا أنا أتوخى من كل من يشارك في العملية الانتخابية أولا أنا أحترم كل من يشارك في العملية الانتخابية وأنا لا أشك بنية الإخوان في أي حزب عربي أو أي حزب آخر الذي يأتي فعلا يخدم الجمهور ولكن هناك فرق ما بين من ينوي خدمة الجمهور يعرف كيف يخدم الجمهور ويستطيع أن يخدم الجمهور هناك أحزاب تنوي خدمة الجمهور وأنا لا شك في نواياها ولكن هل تعلم هل هذا هو مجال المهني الذي يعرفون فيه كيف يمكن أن نحل المشاكل هذا موضوع ثاني والموضوع الثالث هل تستطيع أن تأتي بميزانيات لا يمكن أن تأتي بميزانيات إذا لم تصل إلى وزارة المالية ووزارة المالية المدير العام العربي لوزارة المالية يمكن أن يحقق التأثير يعني هذا بالضرورة عندما آتي إلى وزارة المالية مع خطة واضحة أن الاستثمار في المجتمع العربي وفي المجتمعات الفقيرة ومحدودة الدخل هو بالضرورة لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي ككل هذا هو الوضع ما يسمى win-win situation هذا هو الوضع الذي فيه لا يمكن لموظف الوزارة المالية أن يرفض أن يستثمر استثمار معين في أي مشروع إن كان على مستوى مثلا موضوع التعليم موضوع التعليم هناك مشروع الآن نحن نبدأ فيه سوف نبدأ فيه من المشاريع الأولى وهو بناء المدارس بطريقة BFI BFI يعني أنه الدولة توفر الأرض وهناك مستثمرين يأتوا لبناء مدارس وبهذه الحالة نستطيع في خلال أربع إلى خمس سنوات أن نصل إلى ثمانتعشر طالب في الصف هذه الإمكانية الوحيدة لا يمكن أن توظف تريليون شكل لكي تبني مدارس أنت تستطيع أن توظف هذه الأممال من خلال استثمارات شخصية وهذا التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يمكن من خلاله أن تصل إلى تربية وتعليم لا يمكن غير ذلك هناك إمكانيات أخرى بناء جامعة في المجتمع العربي هل يعقل من الناصرة حتى آخر البلاد في الشمال لا يوجد جامعة دكتور وائل أنت تتفق معي في حال كانت هناك مشاريع وأجندة وبرامج حقيقة مباركة ومهمة لكن الناس لم تعرف عنها ربما لن تصل ولن تتحقق بدأتم بالأمس فقط بالعمل في المجتمع العربي ألا تعتقد أنكم بدأتم متأخرا قليلا عن الوقت حتى يعرفكم من ناس يتابعوكم وكل ذلك أولا الحزب جديد يعني الحزب لم يكن في السابق والحزب يعني معتمد على طاقات شخصية للشباب الموجودين في الحزب هذا الثانية ثالثا ما يميز هذا الحزب أنه لا يعتمد على تمويل من التي يكون والعائلات الغنية هذا الحزب الوحيد يعني تخيل أن الأحزاب الأخرى إن كان ساعر وإن كان بنت وإن كان لبيد وإن كان إلى آخره وحتى بيبي نتنياهو ممولين من قبل التايكونيم نحن نحارب التايكونيم نحن نقول أن في خطة يرونزا ليخا سوف نحارب الاحتكار والاحتكار من هو من محتكلون هم العائلات الغنية في اقتصاد إسرائيلي 2% من العائلات الإسرائيلية مسيطرة سيطرة كاملة على الإقصال الإسرائيلي وهذا لا يمكن أن يستمر كل موضوع الأسعار وغلاء الأسعار في إسرائيل نابع من الاحتكار الموجود لشركات كبيرة الموجودة بين أيدي هؤلاء ولذلك نحن نقول بشكل واضح وصريح نحن نقف أمام هؤلاء سد منيح ويرونزا ليخا الوحيد الذي وقف أمامهم في 2003 عندما كان المحاسب العام للدولة وهو الوحيد الذي أجبرهم على التخلي عن كثير من برامات إذن لا تزال لا يزال السباق الانتخابي في بداية ولابد سنسمعك أيضا في أيام مقبلة واسبع مقبلة دكتور وعلي كريم كل التوفيق شكرا لكم شكرا لكم